على خلاف تحذيرات سابقة من تأثيرات سلبية لدكاء الاصطناعي على المناخ والبيئة يؤكد بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أن المخاوف المتزايدة من أن يؤدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة الطلب على الطاقة خاصة الوقود الأفوري ليست صحيحة ويقول جيتس أن الدكاء الاصطناعي سيمكن الدول من استخدام طاقة أقل حتى مع زيادة الحجاء إلى مراكز البيانات من خلال تحسين كفاءة التقنية وشبكات الكهرباء وتشير تقديرات بعض الخبراء إلى أن زيادة عدد مراكز بيانات دكاء الاصطناعي قد تتسبب في ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة تصل إلى 10% في البلدان المتقدمة بعد سنوات من انخفاض الطاقة بسبب زيادة الكفاءة ويذهب جيتس إلى أن الطلب الإضافي الناتج عن مراكز بيانات دكاء الاصطناعي سيقابله استثمارات جديدة في الكهرباء الخضراء وأن شركات التكنولوجيا مستعدة بشكل جدي لدفع مبالغ إضافية لاستخدام مصادر الكهرباء النظيفة وأتؤكد دراساتنا أن دكاء الاصطناعي المولد ينتج ما بين 130 إلى 2900 مرة أقل من ثاني أكسيد الكربون للقيام بمهام الكتابة والتوضيح البسيطة مقارنة بما ينتجه المجهود البشرية لكن جيتس حضر في المقابل من فشل العالم في تحقيق أهدافه المناخية لعام 2050 لمدة تصل إلى 15 عاماً لأن كمية الكهرباء الخضراء اللازمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لم تتقدم بسرعة كافية وأشار جيتس إلى أن التأخير في التحول إلى الطاقة الخضراء يمكن أن يعيق إزالة الكربون من القطعات الملوثة بما في ذلك الصناعات الثقيلة ما يجعل تحقيق هدف 2050 للوصول إلى صف انبعاثات صفرية أكثر صعوبة وجاء تحذير جيتس بعد صدور تقرير عالمياً مؤخراً وجد أنه على الرغم من الارتفاع القياسي في التاقة المتجددة في عام 2023 فإن استهلاك الوقود الأحفوري ارتفع أيضاً إلى مستوى قياسي جديد نتيجة للطلب المتزايد بشكل مضطرد للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من ولاية كاليفورنيا أحمد بنافع الخبير في مجال الذكاء للصناعي أهلا بك معنا يعني أحمد أنت خبير في مجال الذكاء للصناعي دعنا نفهم منك هل فعلاً يعتبر الذكاء الاصطناعي حلاً واعداً يمكن أن يسهم بشكل كبير في مكافحة هذا التحدي وكيف من الممكن أن يكون ذلك؟ سؤال جيد جداً أختك كريمة في أمثلة واضحة على الموضوع هذا أن شركة جوجل استخدموا الذكاء الاصطناعي على أساس أنهم يوفروا في برنامج التبريد الموجود في مراكز البيانات فخفضوا استهلاك الكهرباء ب40% وهذا خفض 15% من استخدام الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات إضافة إلى أن تتكلم على عدة أمثلة مثل كل الشركات التكنولوجية الموجودة عندنا في وادي السيليكون في استخدام الطاقة الشمسية لتزويدها بالكهرباء بدل ما يعتمدوا على الشبكات الموجودة مثلاً بريطانيا وفرت 10% من استهلاك الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي ففي أمثلة كبيرة عليها على أن استخدامه فعلاً يوفر في الطاقة التي يأثر على المناخ في نهاية الأمر بس لافت سيد أحمد بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتهم وتنتقد بأنها مستهلك كبير للطاقة أيضاً هذا كلام سليم لأنه في لها أسباب تقنية مثلاً شركة أوبين أي آي غيرت التكنولوجيا المستخدمة في تشات جي بي تي ثري اللي هو المجاني هذا إلى حاجة اسمه إنستركت جي بي تي اللي هو 50% من استخدام الطاقة فهذا فعلاً يأثر فيه لكن عشان عديكي فكرة عن استخدام الذكاء الاصطناعي للطاقة احنا بنتكلم على أنه الذكاء الاصطناعي إذا هي شركة شركة شاية جي بي تي الطاقة اللي بتستخدمها ممكن هذا الطاقة تستخدم في مليون ثلاثمائة ألف منزل لمدة سنة هذا مثلاً حتى نفهم ومثلاً الثاني تبع جوجل في الثانية الوحدة لما نستخدم جيميناي هذه الثانية من الطاقة ممكن تشحن سبع سيارات كهربية ففعلاً فيه استهلاك نهم للطاقة اللافت مقاله بلغيت المؤسس لشركة مايكروسوفت بأن الـ AI يعد بمثابة تقنية جيدة لمواجهة التغيير المناخي والأمراض ولكن حذر من أنه يجب أن يتم استخدام هذه التقنية من قبل أشخاص لهم نوايا حسنة ما خطورة أن تقع هذه التقنية مع مجرمين مع أشخاص قد يخططون لشن هجمات سيبرانية أو تدخلات سياسية فيما يخص هذا الإطار الذي نتحدث عنه هذا خطر قائم لأنه واحد من أكبر الدوافع للشركات أن تستخدم الذكاء الاصطناعي من غير النظر إلى البيئة أو تأثيراتها حتى يحصد أموال أكثر هذا السبب نتكلم دائما عن عملية قوانين تحفظ الذكاء الاصطناعي وتحاول أن نتحافظ على الذكاء الاصطناعي من أنه يضرب البشر أو يضرب البيئة وفي مقاومة من الشركات بشكل عام على أنه لو عملتوا هذه القوانين علينا ما سنبيع الدخل سيكون أقل إضافة إلى أنه كان عندنا قانون هنا في كاليفونيا القانون هذا فشل بسبب أنه القانون هذا رفضته الشركات وعملت حملة كبيرة جدا حتى أنه القانون هذا ما حتى ينظروا فيه ففعلا فيه مشكلة إضافة إلى النقطة التي ذكرتها ونقطة مهمة أنه ممكن الذكاء الاصطناعي يستخدم في الهجوم على الشبكات الكهربائية أنه يدمرها أو يعمل مشاكل كبيرة فيها بحيث أنها في النهاية يعني يصير الضرر أكثر من أنه فائدة طيب عندما نتحدث عن التغيير المناخي ربما نركز على ارتفاع درجات الحرارة مستويات هطول الأمطار أنماط الرياح كمية غاز ثاني أكسيد الكربون كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعاطى مع كل هذه المعلومات وكل هذه المتغيرات في أبحاث بتقومها وكالة ناسا للفضاء من ناحية الصورة الفضائية للتغييرات المناخية يعني هذه بتساعد كثير في عملية فهم الأنماط المناخ التي حصلت إضافة إلى أنه في الوكالة التي سموها نوها التي تبعت الطقس في أمريكا هنا تستخدم الذكاء الاصطناعي على أساس أنها تفهم يعني إيش التطورات التي تحصل من ناحية الأمطار من ناحية تغييرات المناخية بتساعدهم بشكل كبير في معمل موجود في بيركلي بيبحث في الأمور هذه بيبحث في تأثيراتها على المناخ الدافع الكبير والمساهمة الكبيرة للذكاء الاصطناعي هو التعامل مع البيانات الكبيرة في السابق ونحتاج إلى مثلا أشهر حتى نفهمها يكون عدة الموسم الآن تتكلم على ساعة إلى ساعتين بتوصل نفس المعلومات إلى 89% دقة في التنبؤ باللي حيحصل في الجو وفي تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي متعلقة بتغيير المناخ سيد أحمد نعم بتستخدمها ناسا بشكل مستمر في عندهم حاجة اسمها ناسا 30 نفس الطريقة في الوكالة تبع التقص بتستخدم الذكاء الاصطناعي وفي شيء ثاني كمان حتى على المستوى الفردي يعني في شركة جوجل عندهم منتج اسمه نيست اللي هو عبارة عن يعني يضبط الحرارة ويضبط الجو في البيت أنا موجود عندي هذا ممكن يديك مثلا تنبؤ على أنك إنترنت الحرارة بتنزل في الوقت الفلاني لأنه مرتبط عن طريق الإنترنت بالتنبؤات اللي بتحصل في يعني خارج البيت فهو يجهز البيت بالطريقة فتخيلي هذا مضروب مثلا في 144 مليون بيت اللي موجودة في أمريكا كيف ممكن يوفر في الطاقة والنتائج تكون دقيقة لأنه أنت تقول يتنبأ وربما فيما يخص موضوع تغييرات المناخ قد يعني تكون البشرية بحاجة إلى نتائج دقيقة أكثر منها تنبؤات ربما كلام سليم وهذا هو دول الذكاء الاصطناعي في التعامل مع البيانات الضخمة يعني البيانات الضخمة هذه وعملية معاملتها يعني الدقة تصل إلى حوالي 90% وهذا رقم ما كانوا بيوصلوا فيه لما بيستخدموا الكمبيتورات السابق هذا بديهم نوع من الثقة على أنه خطأنا سيكون 10% من التنبؤ أشكرك جزيلا شكر من كاليفورنيا أحمد بنافع الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك